اولادي وبناتي طالب وطالبات الصف الاول الاعدادي اهلا بكم. تعالوا نبتدي مع بعض النهاردة. يوني دي هتتكلم عن في هناخد طيب نمبر ون. طيب. يا ولاد في منها في منها انواع. من ده نوع من النوع ده يا ولاد عبارة عن ايه? عبارة عن يعني عبارة عن حصل لها تراكم على بتاعي. طب دي هيت جت منين يعني بتاعي بالمنظر ده. لقيت بقى فجأة عليه تكون لي دي جت منين? جت لما عمل او جين للالكترونز. فكده بقى في اكتر من التانية. مسلا البوزيطيب بقت اكتر من النيجاتيب او النيجاتيب بقت اكتر من البوزيطيب. فكده اللي اكتر بتبقى هي اللي بتكسب وتخلي بتاعي يعني عليه اه الاكتريكا لتشورجس ويأكيوميوليتد على السورفز بتاعها. فبنسمي اللي تشورجس دي او الاكيوميوليتد شورجس ستاتيك طيب اي اوبجيكت ازاي بيبقى عشان يحصل ايه يا ولاد? انتو عارفين ان المتر بتتكون من الاتمز دي بتكون يعني البوزي بيتشورج فيها يعني حاصل ما بينهم. لما الابجيكت بتاعي بيعمل او جين بيحصل للبالانس اللي بتوين البوزيطيب والنيجاتيب تشورج. لما بيحصل اللي بيحصل لو اكتر هلاقي الابجيكت تكونت عليه طب لو بيقيت هي اللي اكتر هلاقي الابجيكت بتاعي تكونت عليه تشورج ومن هنا بقول ان الابجيكت بتاعي يبقى اللي تكونت دي هي اللي بسميها طيب الابجيكت بتاعي يا ولاد اللي هيحصل له بيه دي هي اللي هي ممكن يبقى حاجة من اتنين ايه هما الحاجة دول? انت قلتيني زمان ان انا اقدر على حسب اللي حاجتين. واحدة والتانية افكركم الكندكتور كانت هي اللي قلاو والانسيوليتور هي دي اللي يعني واحدة بتوصل كهرباء واحدة ما بتوصل شي. طيب المتر اللي احنا هنعمل لها ممكن تكون مصنوعة من ايه? من يعني مصنوعة من مادة ما بتوصلش اصلا. زي ايه المادة دي ممكن تكون مصنوعة من الوود? ممكن من البيبر? الوول? السلك? الجلاس? ويه الايبونايت. ايه هو الايبونايت? نوع من الرابر? سولد رابر. الرابر داي ولاد اللي هو المطاط زي اللي بتعمل منه كده الاستيكا بس ما بيبقاش طاري زي الاستيكا بيبقى ناشف شوية. فبيسموه ايبونايت. طيب ممكن يعني الجسم اللي انا هشحنه هعمل له يبقى المصنوع من مادة هي اصلا بتوصل الكهرباء. زي ايه المادة دي? ممكن يكون مصنوع من اي ميتل. كل يا ولاد هي جود كوندكتور. زي الكابر. الطيب هل ينفع يكون فيه حاجة كوندكتور وتبقى النان ميتل? النان ميتل الوحيد اللي كوندكتل يبقى بتاعي ممكن يبقى مصنوع من اي متر من دول سواء كانت كوندكتور او انسيوليتور. بس هنا فيه شارت فيه الكونديشن. الكونديشن ده بيقول ان علشان الالكتريكا اللي هي اصلا بتوصل الكهرباء. فانت عشان تكوني عليها تشارج استفضل تعمل عليها وما ترمشيش يمين ولا شمال ولا تضيع يبقى لازم تعزلي دي عشان تحتفظ اللي تكونت عليها. يبقى يعني نقدر نشحنها في حالة واحدة بس ايه هو الكونديشن ده? ان الجزء اللي احنا هنشحنه لازم يكون معزول. معزول يعني ايه? يعني يلف عليه اي متر من اي حاجة من دول طب ليه بعمل كده? علشان اللي اللي بتاعها ما يحصلهاش يعني تتصرب وكده ايه اللي هيحصل يبقى ما بقاش فيه على السورفز يبقى ما بقاش فيه طيب يا ولاد او هو انا لسه ايالكم انه هي يعني واحدة من اشكال الكهرباء. طيب النوع ده من القوي ولا ضعيف? لأ دي بتكون يعني ضعيفة جدا. يبقى علشان نعمل لها لازم جهاز يكون بيحس بالكهرباء الخفيفة الضعيفة دي هيت. عشان يقدر يسهالي. الجهاز اللي اخترعوا العلماء اسمه كولوم ميتر اللي هو الجهاز اللي قدامكم ده. طيب لو انا است مسلا تلعت فور. هقول فور ايه? فور كيلو جرام? لا. طب فور ميتر? لا. وما بقول ايه? فور ايه? كولوم. يبقى الكولوم هي بتاعة طب هما ليه سموها اصلا كولوم? وليه الجهاز اسمه كولوم ميتر? قال لك اصلي فيه عالم العالم ده او الساينتس ده اسمه شارلز وجاستين دي كولوم. العالم ده يا ولاد ده عالم فرنسي فرانش فيزيكست. العالم ده يعني ده عالم حط قوانين في الفيزياء القوانين دي يا ولاد هي اللي بتشرح بتاع الالكتريك فورسز. وسمى من ضمن القوانين الكتير اللي هو عاملها سمى منهم قانون اسمه كولومز لو او الانفارس سكوير لو. ده قانون طبعا مش عليكم بس عليكم تعرفوا اسم القانون وانه ده بيدرس او بيوصف الالكتريك فورس والافكت بتاعها. طيب تكريما بقى للعالم ده فهم قالوا هنسمي اللي بيقيس على اسمه كولوم. تمام يا ولاد? طيب. هي اصلا او اللي حصل لها دي بيحصل لها بايه? هل بجيب شاحن كده زي الموبايل وحطاها عليه تتشحن? لأ امال بتتشحن ازاي? عندنا طريقتين. الطريقتين دول طريقة اسمها او طب يعني ايه بيحصل يعني احتكاك او يعني تلامس يعني جسمين يلمسوا بعض ده هنعرفه في الفيديو اللي جاي ان شاء الله تابعوني عشان نعرف يعني ايه شارجينج باي رابنج يعني شارجينج باي كونتاك بالتوفيق يا ولاد.